الخلق كما يعرفه علماء النفس يقولون هو حالة نفسية راسخة في الإنسان ينجم عنها سلوك بسهولة ويسر الخلق حالة نفسية راسخة أي متجذرة لها أصولها في قلب العبد حالة نفسية راسخة في نفس الإنسان ينجم عنها سلوك أي معاملات ينجم عنها سلوك تصرف بسهولة ويسر مثلا نجد الرجل من خلقه الكرم أقول هذا رجل كريم متى يكون هذا الرجل كريما إذا كان خلق الكرم حالة نفسية راسخة في وجدانه لا يتكلفها ما هو السلوك المترتب على الكرم؟ السلوك الإنفاق فلو رأينا رجلا ينفق لا نقول أن هذا الرجل كريم نقول هذا الرجل منفق لكن لو علمنا أن إنفاقه أمر سهل ميصور لا يتكلفه ذلك الرجل ولا يتحمل لذلك أعباء ولا مشقة سواء كان الإنفاق من كثير أو من قليل فهنا يمكن أن نقول وندعي أن هذا الرجل رجل كريم من الأخلاق نقول هذا رجل حليم أي أنه متصف بخلق الحلم ما الذي ينجم عن خلق الحلم؟ ينجم عنه سلوك الصبر والاحتمال في حال المصيمة أو في حال الابتلاء لغير ذلك إذن الخلق بمفهومه الشرعي الإسلامي هو مختلف عن مفهومه الغربي الذي ورثناه إما في الكتب أو عبر القنوات قد يكون الرجل منافقا عياذا بالله لكنه بين الناس يسلك سلوكا معينا أو يتصرف تصرفا معينا هل نقول أن هذا مثلا سلوك الإنفاق أن هذا المنفق هل نقول أنه كريم بالمفهوم الشرعي الإسلامي هذا المنافق ليس كريما لما؟ لأن الله عز وجل في القرآن الكريم هل أنكر على المنافقين إنفاقهم؟ كان المنافقون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والمنافقون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام نتكلم عن المنافقين نفاقا أكبر أي أنهم كفار لكنهم يظهرون الإسلام محاولين بذلك الدسة السموم في البناء الإسلامي هؤلاء المنافقين هؤلاء المنافقون عفوا كانوا ينفقون لكن الله عز وجل كشف لنا أن ذلك السلوك لم يكن ينجم عن خلق راسخ في النفس كان يقول تعالى قال سبحانه وتعالى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ خلقهم هو كره الشريعة وكره الإسلام لكن السلوك الذي حاول إظهاره أمام الناس كان سلوكا مخالفا فأظهروا خلاف ما يبطنوا فصاروا بذلك منافقين ولم يصيروا بذلك كرماء من الخلق وهذا عند بعضكم قد يسمعه ربما لأول مرة وقد يستغربه لكن لو تلقاه بقلبه بإذن الله عز وجل لن يجد في ذلك إشكالا من خلق المسلم الصلاة نعم القيام بين يدي الله عز وجل حبا وطواعية هذا خلق الله عز وجل وهو يحدثنا عن أخلاق الذين اتصفوا بكمال العبودية لله عز وجل ماذا قال؟ قال سبحانه وتعالى في وصفه لهم بعد أن شرفهم قال وعباد الرحمن الذين ثم بدأ في تعداد أخلاقهم قال تعالى الذين يمشون على الأرض هون خلق التواضع وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما خلق الحلم ثم جاء بخلق آخر وهو الذي ذكرناه والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما خلق الخوف من الله عز وجل والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما خلق الكرم بالوسطية والاعتدال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما خلق التوحيد لله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر خلق احترام الدم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق خلق العفة ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدر الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب ثم قال تعالى في خلق آخر يصفهم به والذين إذا لا يشهدون الزور الصدق خلق الصدق وإذا مروا باللغو مروا كراما خلق المحافظة على الأوقات والكلام والذين إذا ذكروا بآيات ربهم خلق الإذعان للحق والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا ثم قال تعالى واصفا لهم بخلق الدعاء والضراعة والابتهال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ثم جزاهم الحق سبحانه وتعالى بما يستحقونه بفضله ومنه وكرمه فقال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقامة قناة الأنس الفضائية ويحلو الأنس مع قناة الأنس